وفي ضرب الأعداد الصحيحة ننظر إلى الإشارة فإذا كان العددان الصحيحان لهم الإشارة نفسها فإن الناتج يكون موجبا إذا ضربنا ثلاثة ضرب أربعة فإن الناتج سيكون إثنى عشر بأي إشارة الثلاثة إشارتها موجبا والأربعة إشارتها موجبا إذن الناتج إشارته موجبا أيضا أما إذا كان العددان إشارتهما سالبة مثل سالب ثلاثة ضرب سالب أربعة لهم الإشارة نفسها سالب وسالب فضرب أولا الثلاثة في الأربعة بإثنى عشر والإشارة نفسها إذن الناتج إشارته موجبا أيضا أما إذا كان العددان الصحيحان مختلفي الإشارة يكون الناتج سالب فإذا ضربنا إثنان في سالب ثلاثة نضرب إثنان في ثلاثة بستة ثم ننظر إلى الإشارة وهنا إشارة موجبة وهنا سالبة اختلفت الإشارة إذن الناتج سالب أو مثلا سالب اثنين ضرب ثلاثة أضرب العدد إثنان في ثلاثة بستة ثم أنظر إلى الإشارة هذه سالبة وهذه موجبة اختلفت الإشارة إذن الناتج سالب ومثل الضرب قسمة الأعداد الصحيح فإذا قسمنا عددين صحيحين لهم الإشارة نفسها كان الناتج أعددا موجبا مثل أن أقسم 6 تقسيم 3 نقسم الأعداد 6 تقسيم 3 ب2 ثم الإشارات إشارة موجبة إشارة موجبة تشابهة الإشارتان إذن الناتج أيضا إشارته موجبة وحتى إذا كان العددين سالبين سالب 6 تقسيم سالب 3 فأقسم العدد 6 تقسيم 3 ب2 وانظر إلى الإشارات لهم الإشارة نفسها إذن الناتج سيكون موجبة تماما كما في الضرب تشابهة الإشارات إذن الناتج موجب وإذا اختلفت الإشارات في القسمة فإن الناتج سيكون سالبا فإذا قسمت 4 تقسيم سالب 2 أقسم العدد 4 على 2 ب2 ثم أنظر إلى الإشارة هذه موجبة وهذه سالبة إذن الناتج سالب حتى إذا قسمت سالب 4 قسمة 2 أقسم العدد 4 على 2 ب2 اختلفت الإشارات إذن الناتج سالب تماما مثل الضرب اختلفت الإشارة إذن الناتج سالب وانا اختلفت الإشارة إذن الناتج سالب اشتركوا في القناة